تداعى المركب وبدأ ركابه بالبحث عن طوق نجاة وميناء قريب الازمة السياسية في اليمن وفي ذروة الصراع المحتدم بين قوى الثورة والثورة المضادة ظل صوت التيار المدني الغاضب والراغب في التحول الحقيقي كنتاج طبيعي ومأمول للثورة مغيبا من جميع الاطراف التي استباحت مساحة الحرية والثورة معا من بين القوى التي سعت للاستفادة من الثورة لتجني منها بل وتتجنى عليها انحصر الصراع بين الدولة وجماعة الحوث التي وجدت في صالح دعمها والممهد لها يجري الحديث اليوم عن الخيار الثالث تحت لافتة عريضة عنوانها الحياد لجماعة وجدت هي الأخرى من يرعاها ويمد لها يد العون عبر الترويج لها في الصحافة جماعة الخيار الثالثة التي عدها الكثير امتدادا آخر لتحالف الحوثي وصالح كون رموزها مرتبطين بشكل مباشر بنظام صالح ومن رموز فساده بالإضافة إلى آخرين منتمين لجماعة الحوثي فكرا ومذهبا ولم يكن لها موقف واضح من الثورة وعندما قامت الميليشيات بالانقلاب على الشرعية لم يحركوا ساكنا ولم يسجلوا أي موقف صريح وواضح وعندما انطلقت المقاومة الشعبية وأصبحت تدق أبواب صنعاء خرجت هذه الجماعة لتطرح خيارا مراوغا كما أطلق عليه نشطاء في محاولة للعب على منجزات وأهداف المقاومة المحققة وفي مقدمتها استعادة الدولة والشرعية سعت تلك الشبكة إلى التسويق عبر نخب إعلامية خليجية تم تضليلها بمعلومات من بينها أن الخيار الثالث خارج عباءة صالح والحوثي وهذا ما تتناقض معه حقائق الواقع والسيرة الذاتية لمكون الخيار ذات الصلة الوثيقة بتحالف الانقلاب مهزلة السياسة في اليمن كما يصفها نشطاء محاولة للي ذراع العمل النضالي للشعب اليمني بخيارات تالفة لا علاقة لها بتطلعات اليمنيين ولا بأهدافهم الكبيرة في مقاومة مهددات الامن اليمني والخليجي والعربي بشكل عام